السلام عليكم ورحمة الله كانتمنى يلقاكم هاد الفيديو في احسن الاحوال الوصفة ديال اليوم ان شاء الله غدي تكون بالبادينجان والبطاطس اللي كيجي رائع صراحة كيجي زوين بزف فكرة زوين للغضاء وحتى اللعشاء خصوصا دبا مع هاد الحرارة كان بغيو اكلات تكون خفيفة شوية كانتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الفيديو كانتمنى تجربو هاد الوصفة وتعجبكم ونخليكم مع المقادر بسم الله هاد المقادر هادو غدي نعطيكم قياس ديال ربعة ولا خمسة ديال الناس غدي نحتاجو البادينجان اللي غدي نقطعوه دوائر بحال هاكده حيتليه النص ديال جلده ديالو تقدروا تخليوه بجلده ديالو لما كتبغيوها تقدروا تحيدوها فمره كتقطعوه كتديروه في واحد البول فيه الماء اللي ملحينو اللي ديرين فيه الملحة وكتخليوه تماء وكتبشوه تقطعوه البطاطس عندي هنا ثلاثة ديال الحبات اللي قطعتهم تاهم دوائر بحال هاكده وكنديروهم بسطل ما فيه الملحة هديك الملحة هي اللي ما كتخليهم شي يغيروا اللون ديالهم غدي نحتاج هنا يا البصلة بصلة وحدة مشلضة يعني مقطع رقيقة غدي نحتاج زيتون ربعة الفصوص ديال التوم عندي هنا يا الزعتر الفخوماج عندي هنا اي فخوماج عندكم متصار الله اللي 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 متوفر عندكم عندي الكفتات قريبا شي 100 جرام ولا 150 جرام فلفل اسود الملحة وعندي تسلسات الطماطم عندي هنا يا لاصوس طحنتها شديد في ثلاثة الحبات ديال الطماطم وطحنتهم في الخلاط الكهربائي بشوية ديال الماء بالنسبة للطريقة او الخطوة غدي نديرو غناخدوا واحد المقلة ناشفة نديروها فوق النار تكون متوسطة رشوها بالملحة ونحطوها دنجال ديالنا هاد الخطوة هادي كيلي كيقليه انا ما كيجبنيش مقلي صراحة راكم عارفين دنجال كيشرب زيس بزاف هالطريقة كيجي زوين بزاف وكيجي بحلم شوي كيجي فيه بحل واحد طعم ديال شوي يعني كيجي زوين بزاف جربوه بهالطريقة حسن من المقلي صراحة نبقى نقلبوهم حتى كيبدو يتحمرو لنا شوية كنحسو به طاب يعني يدخلو الطياب كيبدو شوية يتبدل لون ديالو كنحيدوه نديرو الكمية اللي بقت بنفس الطريقة كنحيدو فنفس المقلة غدي ندير شوية ديال زيتون ولا شوية الزبدة اللي بغيتو وغدي ندير هديك بطاطا ديالنا راكم عارفين بطاطا ما كتشربش الزيت بزاف بحل تنجال انا غي غدي ننسوطيها غير غدي بدى يدخلها الطياب شوية وغدي نحيدها رشيتها بشوية ديال الملحة شوية ديال الفلفل أسود سافية غدي نخليها كيفما قلت لكم غير يدخلها شوية طياب كتغطيوها شوفوا معي رابدت شوية كتغطيب كنحيدوها في نفس المقلة غدي ندير الكفتة كيفما قلت لكم هنا هي الكفتة راح ماشي كمية كثيرة عندي مئة جرام ولا مئة وخمسين جرام اللي بغيتو غدي نديرها هنا ندفع عليها هذي كلها البصلة شوية تزيد الزيتون سافية وغدي نخليو هاد الكفتة مع البصلة يتشحروا لينا شوية كيفما كتشوفوا معي كيف يبدو يدبلو شوية الكفتة كتحسوا باب حال ادخلها الطياب شوية غدي نضيف التومة ملحة ملحة فلفل اسود سافية نخلطو هاد العنة عصر مزيان بالنسبة لكفتة قدروا تديرو تلك كفتة دية الجيل كفتة دية اللعدان اللي بغيتو سافية غدي نضيف هذي كسلسات الطماطم هذي كيفما كتلكم الطماطم اللي تحنتها سافية غدي نحركوها ونخليوها طيب غير كتبدا تغلي شوفوا معايا بدات كتنشف شوية وبدات كتطيب غدي نضيف الزعتر بالنسبة للزعتر كيبها اختياري اللي ما كيعجبوش طعم دياله ما يديروش أنا صراحة كيعجبني الزعتر كنستعملو في الاكل ديالي بزاف صراحة ديالبا غدي نمشي غدي نمشي نوجد لاصوس بيشاميل بالنسبة للاصوس بيشاميل عندي جوج مع القضيال الزبدة درتهم تدابو في الكسرونة النار تكون متوسطة ضفت ليهم جوج مع القضيال البقيق ضحيق الابيض صافيك نحركو واحد شي نص دقيقات قريبا ونضيفو في الحليب شوية بشوية كنوصلو للقياس اللي بغينا بالنسبة للاصوس بيشاميل أنا كتعجبني تكون خاطرة صراحة ما كتعجبنيش هذيك الاصوس اللي كتكون سائلة بزاف يعني كتعجبني تكون تحيلة انتم ما كتديرو الكتافة اللي بغيتو يعني بغيتوها خفيفة بغيتوها تحيلة أنا كنخليها تحيلة شوية غدي ناخد الصينية اللي غدي تدخل الفرن شوفوا معي الاصوس كيف اشجت كيف ما قلت لكم كان بغاية تحيلة بالنسبة للصينية اللي كتدخل الفرن قمت بشوية الزبدة قمت بشوية اللاصوس بشاميل واحد شوية اللاصوس سوف نستف هذيك البطاطس صراحة هذ القراطين راكي جيزوين نتمنى ان شاء الله تجربوه ودخلوا لي الأراء ديالكم في التعالق سوف ندير واحد شوية اللاصوسة وثاني الدنجال وصدقوني هاد الطريقة دي الدنجال راح سن من المقلي راكم عارفين الدنجال أصلا كيشرب الزيت يعني لادرتوه في هاد القراطين رايقدر زعمي الواحد يدروه في المعدة وتحيل أصلا فبهاد طريقة كيجينا شوفوا ما كيجي شارب الزيت نهائيا سوف ندير واحد شوية ديال اللاصوس بشاميل الناس اللي كيبغيوا اللاصوس بشاميل بزاف يقدروا يديروها أنا الصراحة ما كتعجبنيش بزاف بزاف وكتعجبني كيف ما كتشوفوا كتعجبني بحلاك خيم يعني كتي خاترة كتعجبني تقيلة سوف ندرت كوش ديال البطاطا وغادين دير اللاصوس وغادين دير اللاصوس عو تاني سوف ندير اللاصوس عو تاني كيف ما قيت لكم هاد هاد قغاتنا هاد كمية هاد راي ياكلو فيها ربعات الخمسة ديال الناس يعني راي كمية كبيرة راي ماشي سوف نديرو الكمية المتبقية ديالتنا وغادين دير اللاصوس هادي هي طبقها الاخيرة سوف عندي هنا يا واحد للورق الفرن وورق الاليمينيوم غادي ندخلها الفران درجة حرارة 180 نشعل لها الفقل تحت بماء هديك البطاطس هاد قد ندخلهم طياب مزيان اعاد غادي نخرجهم كيف ما كتشوفوا معايا هنا يرى الطابوخ دولية ما اخدوش لي الوحص بززاف واحد عشرين حتى الخمسة وعشرين دقيقة غي كتتقلبوا هديك البطاطة كتتلقاوها صافي طابت صافي كتتضيفو الفرماج الاسوس بشا ميل عفوان و الفخوماج من الفوق بالنسبة للفخوماج انا هنا استعملت هادك كفخوماج ايضا اتحضرون انتم ما تستعملون الموتاريلا اي فخوماج بغيتو ارشيتها بشوية ديال الزاتر و قندخلوها للفرن تتحمل لنا واحد خمسة ديال بقايق ولا ستة دقايق هي هادي القراتان ديالنا كيجي صراحة زوين بزيف كانتمنى ان شاء الله تجربوه وكانتمنى ان شاء الله يعجبكم وإلى الفيديو المقبل ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة